مجزو السلس عصر من التلفزيون المصري أهلا بكم أصدر الرئيس عبدالفتح السيسي قرارا رقم 155 لسنة 2022 في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكومي عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء وعيد الفطر المبارك نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم عقد وزير الخارجية سامح شكري لقاء مع ممثلي الجانب الإسباني في مجلس الأعمال المصري الإسباني وذلك في ختم زيارته لمدريدة تناول اللقاء إصلاحات الحكومة المصرية لخلق مناخ جذب للاستثمارات الأجنبية كما تمت دعوة الشركات الإسبانية لضخي مزيد من الاستثمارات في مصر أظهر تقرير صادرون على المركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ارتفاع صادرات مصر بشكل ملحوظ خلال شهر يناير 2022 حيث بلغت 3.99 مليارات دولار مقارنة بنحو 2.97 مليار دولار في يناير 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 34.5% وأرجع تقرير الارتفاع لزيادة صادرات المنتجات البترولية والملابس الجاهزة نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن إنفوغرافات تصلط الضوء على إشهادة المؤسسات الدولية بتعامل مصر مع التحديات المختلفة التي تفرضها الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي وأبرز تقرير رؤية البنك الدولي لتعامل مصر مع الأزمة والإجراءات التي اتخذتها لمواجهة أثار الأزمة وعلى رأسها تقديم حزم تمولية لتخفيفها من ارتفاع الأسعار من خلال زيادة الأجور والمعاشات وتطرق تقرير إلى تأكيد البنك الدولي على أن توقعات معدل نمو الاقتصاد المصرية لا تزال إيجابية رغم تداعية الأزمة نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الإعلان عن جداو الامتحالات نهاية العام الدراسي الحالي للصفين الأول والثاني الثانوية وأوضح المركز أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنية والتي نفت تلك الأنباء وشددت على أنه فور الانتهاء من وضع جداو الامتحالات نهاية العام الدراسي الحالي للصفين الأول والثاني الثانوية سيتم الإعلان عنها في بيان رسمي صدر عن الوزارة كما سيتم إتاحتها على الموقع الرسمي للوزارة ختم مجزء الثالثة إلى لقاء